اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة صاحب سمو الشيخ محمد براشدان مكتوم نعبي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية بالدولة لحماية المجتمع من فيروس كورونا جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد صباح اليوم في قصر الاتحاد بمجمع قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون رئاسة